موسيقى الايجابية في التعاطي والتعامل مع كل ما يجري يعني اللواء عدل لبيب وزير التنمية المحلية ودكتورة نهد العشري وزيرة القوى العاملة والهجرة والجنسية افتتحوا قرية اسمها قرية اولاد يحيى في مركز دار السلام في سهاج قرية اولاد يحيى دي هي القرية الرابعة ويريت ايوا ادي الصورة هي هي القرية الرابعة ضمن مبادرة اعادة اعمار القرى الاكثر احتياجا في صعيد مصر ودي من اطار مبادرة اسمعونا وعليها واحد من اصدقائنا طبعا اخونا وزاملنا وصدقنا الاستاذ احمد فاي اللي هو بيقدم برنامج مصر استطيع واحد من افضل برامج اللي ممكن تشوفوه على التلفزيون المصري او على اي شاشة اي تلفزيون مصري وعربي على الاطلاق وده على شاشة النهار اليوم شقيقة النهار الحقيقة انه تم تسليم 42 بيت اتعمل لهم احلال وتبديل وتجديد وتعاملت التشتيبات اللازمة ضمن المشروع فيه اهتمام بتغيير نقول اي جودة الحياة بالنسبة للمواطن بمبادرات اهلية بتبرعات لازم نكون كلنا بنشتغل على قطاع اهلي موازي ويكون قوي زيه زي اداء الحكومة واللي هو يعني لانه اداء الحكومة الوحدة لن يكفي وبالتالي القطاع الاهلي ده بد ان يقوم بذلك والوزير قال ان المشروع بيهدف ايضا لتشغيل شباب القرى اللي بيعاد تأهلها بعد ايجاد فرص العمل الملائمة لهم تعالوا نسمع مع بعض ده طبعا ضمن المشروع القومي لاطلاق سيد رئيسي جمهورية لتطوير وتحديث كل القرى اكثر احتياجا والتطوير ده طبعا فيه جزء اذا ما هنشوفين تطوير وجوز اخر تنموي ان احنا هنعمل قروض للشباب وهنبدأ بالفعل تنمية مستدامة في هذه القرى انا هنا موجودة لان انا عندي وظائف في قطاع القاص اللي هيطلبها جايين معنا الفرص بتاعتنا متاحة معايا زميلي وكيل الجزارة المقتص معايا معايا المحافظ بيسعى دائما ان هو يوفر فرص عمل احنا بنقول لهم احنا موجودين وجايين لكم لغاية عندكم اللي عايز يشتغل احنا ايده في ايدنا على طول لكن هو حدث مهم جدا لازم الكل يعرف ان في مبادرة بسيطة عملت موجود كبير المبادرات الكبيرة هتعمل اكتر من كده وهتنقل مصر بسواعد ابناء النهاردة انا اسعد واحد ان انا بلاقي الطفرة اللي انا شايفها هي مش طفرة مباني بس طفرة حضرية وفيها لمسة زوق عشان ولادنا الزغيرين يعرفوا قد ايه البلد بتهتم بيوم ده كان تقرير عن قرية اولاد يحيا ولكن كمان احنا مهتمين جدا بمسألة التعليم يعني زي ما احنا بنكلم عن عمل اهلي لتأهيل قرى اكثر احتياجا في الصعيد والصعيد اللي عانى من سنوات طويلة من اهمال وفي حاجة دائمة لنظرة واضحة لانه اهالي الصعيد بيهجروا سواء شمالا الى العاصمة والى الثغر والمدن التي بها فرص عمل او بيهجروا الى الدول العربية الاخرى بحثا عن فرصة عمل احنا لازم نتوجه لهم بالتنمية ونقدم لهم فرص العمل ونعيد تأهيل اماكن اللي بيعيشوا فيها لازم المواطن يعيش في حالة من الجودة كواليتي لايف بشكل من الاشكال يعني لازم تكون حياة طيبة جيدة فيها ادنى المقاومات الانسانية من حيث المياه النقية الصرف الصحي بيت لطيف متشطب تشطيب معقول بسيط هادي يعرف يعيش فيه في حمام نظيف في حطان سليمة ما فيهاش ناشع وما اشبه هو ده اللي احنا عايزين نشوفه فيه كمان مبادرات وعمليات ليه اشتركوا في القناة